موسيقى الاتفاق الذي لم يوقع عليه أحد يوشك على التعثر بينما يجهد المبعوث الأممي نفسه في محاولة الحفاظ على إنجازه الوحيد خلال فترة مهمته أهلا بكم إلى فضاحر تنضي تفاهمات السويد بين الحكومة وميليشيا الحوثي في طريق صعب قد تقضي على أول اختراق في جدار السلام الممتنع كانت البداية مع وضع نقاط الحل في الحديدة بطريقة تسمح للطرفين بتفسيرها على النحو الذي يريدانه وهو ما جعل الحوثيين يعملون على استبدال ميليشياتهم في ميناء الحديدة بقوات أمنية تابعة لهم ليبدو الأمر وكأنه تنفيذ للاتفاق الحكومة رفضت هذه الخطوة وهو ما فعله فريق المراقبين الأمميين أيضا لنشاهد خلال الأيام الماضية تصاعد الانتقادات الأممية تجاه الحوثيين وهو ما بدى واضحا في التقارير التي رفعها الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص خطوات تنفيذ اتفاق السويد كثير من المراقبين لم يتفائلوا بإمكانية تحقيق تفاهمات السويد لأي خطوة حقيقية على طريق السلام ما لم يكن هناك ضغط دولي على الطرفين لتنفيذ الاتفاق إذن هل ينجح المجتمع الدوري في إنقاذ الاتفاق وتنفيذه ما هي أبرز عوائق تنفيذ هذا الاتفاق وهل يمكن أن يشكل هذا الاتفاق خطوة حقيقية على طريق إنهاء الحرب وإحلال السلام هذه التساولات وغيرها ستكون محور حديثنا مع كل من الباحث والمحلس السياسي دكتور عادل دشيلة من الصنبول وكذا الصحفي طالب الحسني من بيروت أرحب بكم ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك وأبدأ معك سيد الحسني لماذا لم يجد اتفاق الحديدة طريقه للتنفيذ حتى الآن نعم بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بك وبضيفك الكريم أولا هناك ملاحظة على المقدمة وهي أن هناك تصاعد لأطراف نقد من الأطراف الأممية من الأمم المتحدة للحوثيين وهذا لم نسمعه بالأمس ولا اليوم أيضا في تصريحات المبعوث الدولي مارتين جريفت لم يحمل طرف لم يهاجم أيضا إنصار الله والقوى الوطنية في العاصمة صنعاء وأيضا اليوم في مقابلته في روسيا اليوم لم يتحدث عن ذلك الأمر الذي تريده في موضوع الاتفاق من الواضح أن القوى الوطنية في العاصمة صنعاء مستفيدة تماما من اتفاق السويد بالتفسير الذي كان بدأه رئيس لجنة التنسيق الهولندي كاميرت وحتى إن كان الطرف الآخر لديه تفسيرات لموضوع ما يتعلق بمن سيستلم الميناء أو من سيستلم من هي القوى الأمنية ومن هي المجالسة المحلية في الحديدة هذا كان يترجمه كاميرت عندما التقى مبدئيا وحتى الآن بالمجالسة المحلية التابعة لحكومة العاصمة صنعاء يعني الحكومة بن حبتور حتى عملية التسليم الذي أخذت جدلا كبيرا فيما يتعلق بتسليم ميناء الحديدة حقيقة كان كاميرت موجودا وكان لابد أن يقول شيئا هو حتى الآن هو أخذهم إلى عملية نقاش مجددا لكن أبدا على الإطلاق لم يستر من كاميرت أنه رفض عملية الاستلام والتسليم وإنما قال كان لابد أن حتى الأمم المتحدة عندما أصدرت بيان في اليوم التالي قالت كان لابد أيضا أن يكون الطرف الآخر موجود وأن تتم عملية صحيح أقول لك هناك عمل يعني هناك عدم رضا عن عملية التسليم من قبل الطرف الآخر وربما حتى أيضا من الأمم المتحدة لكن ليس هناك تفسيرا واضحا للاتفاق نفسه المبعوث الدولي السبب بشكل أساسي لعدم وجود تفسير واضح للاتفاق هل أفهم من كذلك يعني سبب عدم تنفيذ اتفاق الحديدة إلى الآن هو عدم وجود تفسير واضح الحقيقة عند الطرف الآخر بكل تأكيد والأمر الآخر وهذه حقيقة قد يعني واضحة أنهم لم يكنوا راضين عن هذا الاتفاق وحصل الضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة واتصالات للسعودية في اللحظات الأخيرة قبل توقيع هذا الاتفاق ودلل على ذلك أن أيضا أعضاء في الوفد الذي جاء من الرياض لم يكنوا راضين وخرجوا من الاجتماع لم يكنوا راضين تماما ووجهت انتقادات كبيرة لعملية التوقيع يعني كان هناك مؤتمران صحفيان لمحمد عبد السلام وأيضا لما يسمى وزير الخارجية التابع للرياض في هذه المؤتمرات الصحفية وحتى التصريحات التي أعقبت الاتفاق ولم يوقعوا عليه حتى اللحظة كان هناك تباين كبير جدا وهو كبير جدا وفهم منها من حينها أنه سيكون عملية التنفيذ أعقد وأصعب الأمر المهم أيضا وهو ضروري أن الإمارات لم تكن راضية وبالتالي هي دفعت بجندات تابعة لها أولا لتفجير الوضع عسكريا مجددا في الحديدة ثانيا فرضت وهذه أيضا يجب أن تقال اليوم فرضت على الأطراف في الحديدة أن يشارك طرف ممثل عن طارق محمد عبدالله صالح وبالتالي حتى للتعامل وتمضية الاتفاق تم القبول بصادق دوائده ودخل ضمن اللجنة وهو لم يكن ضمنه وأصبحت اللجنة يعني أصبح سنعود إلى التفاصيل سيد الحسني سنعود إلى التفاصيل لكن دعني نبدأ بذات السؤال المشترك إلى ضيف الآخر دكتور عدل دوشي لا سمعت ما تفضل به الأخ الحسني أسألك الآن لماذا نفس السؤال لماذا لم يجد اتفاق الحديدة طريقه للتنفيذ حتى الآن أولا تحية لك والمشاهدين الكرام أخي الكريم الاتفاق كان منذ اليوم الأول وكما يقول المثل الغربي بأن الشيطان يكون في التفاصيل جماعة الحوثي منذ اليوم الأول كانت تفسر الاتفاق على مقياسها وعلى حسب سياستها وعلى حسب فهمها وتدعي نفسها بأنها الطرف المحلي أو أن ميليشيات المحلية ستقوم باستلام الحديدة الاتفاق كان واضحا منذ اليوم الأول لأنه ينبغي على جميع الأطراف أن تخرج من الحديدة بما فيها ميليشيات جماعة الحوثي وأن يتم نزع الألغام وأيضا إخراج الميليشيات سمعنا في اليوم الثاني من حمد عاصمه ويقول بأن ميليشيات ستنسحب من داخل الميناء إلى خارج الحديدة وسيأتي بميليشيات أمنية أخرى من عاصم الصنعاء لكي تقوم بتأمين الميناء والحديدة ورأينا تلك المسرحية الهزلية التي لم يقبل بها المجتمع الدولي ولم تقبل بها الحكومة الشرعية أولا ضيفك من العاصمة بيروت لا أدري عن ماذا يتحدث نحن نتحدث أولا المبعوث الدولي الحالي هو مهمته أن يقوم بتنفيذ الغارة الدولي في 2016 الذي صدر تحت البند السابع لكن الآن يحاول المبعوث الدولي وهناك أطراف إقليمية أن تفكك هذا القرار وأن تشرعن للميليشيات الإنقلابية لن يحدث ذلك لجماعة الحوثي وبالتالي الأسف الشديد هناك من يروج لهذه الجماعة وهناك من يريد أن يشرعن لهذه الميليشيات الإنقلابية التي اغتصبت السلطة بقوة الحد والنار إذن الميليشيات الحوثية منذ اليوم الأول كانت واضحة بأنها لن تقبل أن تخرج من الحديدة وإنما كان الهدف من وصولها إلى العاصمة السويدية هو من أجل الوقت واكتساب مزيدا من الوقت لكي تقوم بترتيب صفوفها في الواقع ولكنها لن تقبل بأي اتفاق سلام ما لم يتم إخراجها بقوة الحيد والنار من الحديدة وكافة الأراضي اليمنية نحن أمام جماعة ميليشيوية إنقلابية لا تؤمن بالاتفاقيات ولا تؤمن بالحوار ولا تؤمن بالسلام ولا تؤمن إلا بلغة القمع والقوة وقوة السلاح إذن الحل الوحيد والأوحد مع هذه الجماعة أعتقد من وجهة نظرية الشخصية لن يكون إلا القوة العسكرية والحسم العسكري مهما حاولت الأمم المتحدة أن تشرعن لهذه الجماعة الإنقلابية نحن أمام إنقلاب دموي فاشل بالقاون الدولي وبالأعراف الدولية وبالمرجعيات الثلاثة إذن ضيفك عندما يتحدث عن يقول حكومة صنعاء ليست حكومة صنعاء هي جماعة ميليشيوية تقودها جماعة دينية داخل صنعاء انقبت على السلطة هذا هو التعريف الحقيقي لما يسمى بحكومة صنعاء هي جماعة إنقلابية المستقبل سيكون مشؤوم بالنسبة للاتفاق والاتفاق لن يطبق على أرض الواقع لن يطبق ولن ينفذ إلى حد الآن جماعة الحوثي لم تقوم في التقسي الجناء لأن جماعة الحوثي هي تؤمن بالعنف وهي تعرف جيدا أنه في حال تم عقد سلام لن يكون من صالحها جماعة الحوثي أنقبت على دولة أخي الكريم الآن بيدها السلاح دولة أنقبت على سلاح دولة نهبت مؤسسات دولة نهبت دولة بكاملها إذا كان هناك سلام سيرقم هذه الجماعة أن تقوم بتسليم الأسلحة وأن تقوم بتسليم ما نهبته وأن تقوم بإخراج ميليشياتها المسلحة من كل المحافظات اليمنية وبالتالي ليس من صالحها أن يكون هناك سلام حقيقي على أرض الواقع من صالحها أن يكون هناك عنف أن يكون هناك اكتثال ضائفي أن يكون هناك حرب أهلية أن يكون هناك صراعات داخلية لكي تستفيد هذه جماعة مؤدلجة العنف هو جزء أساسي من أيديولوجيتها أنت الآن تتعامل مع جماعة ميليشيوية لا تتعامل مع أناس لا تتعامل مع سلطة تعترف بالآخر تعترف بالسلام تعترف بالحوار وبالتالي أي سلام مع هذه الجماعة ما لم يكن تحت ضغط السلاح تحت قوة السلاح فسيكون مصيره الفشل مثل ما كان يا أخي الكريم أكثر من 70 اتفاق مع هذه الجماعة ولم تطبقها أكثر من 20 اتفاق مع حكومة علي عبدالي الصالح ولم تطبقها هذه جماعة تنقض الاتفاق قبل أن يجب في حبرة كيف تتحدث أنت مع جماعة؟ هناك أجندات دولية يريد تنفيذها على حساب أبناء اليمن إذن اليمنيون وحكومتهم الشرعية للأسف الشديد نحن الآن صحيح يقولون بأن الحكومة الشرعية ضعيفة نعم لأنها بدأت يشها من الصفر وهي تواجه أطماع دولية وأطماع إقليمية وميليشيات إنقلابية في الداخل لا حوار ولا سلام ولا استسلام من عهد الجماعة إذا لم يتم إخراجها من العاصمة اليمنية الصنعاء بقوة السلاح وهذا الذي ستفهم جماعة الحوثي طال الزمن أو قصر طيب دعني أعود إلى سيد الحسني يعني الاتهامات تأتي إلى جماعة الحوثي بأنها هي من تعرق التنفيذ الاتفاق أو على الأقل تفسر الاتفاق بحسب هواها أن تتحدث يعني علقت سيد الحسني على مسألة أن هناك كما جاء في المقدمة هناك وضوح في أن اتهامات أممية لميليشيات الحوثي بعرقلة الاتفاق أنا أحوي لك الآن إلى تقرير الأمين العام المرفوع لمجلس الأمن الخاص بحالة تنفيذ قرار مجلس الأمن متعلق باتفاق السويد يقول فيه أن الحوثيين قاموا باتخاذ تدابير إعادة نشر أحدية الجانب اتخذت في ميناء الحديدة هذا الأمر بالإضافة إلى عرقلة الكثير من التأشيرات الخاصة ببرنامج الأغذية العالمية من قبل السلطات في صنعاء يعده كثيرون على أنه عرقل الاتفاق السويد كيف إذن لا يعرقل الحوثيون تنفيذ الاتفاق لماذا يماطلون إذن في استخراج تأشيرات موظفي الإغاثة الإنسانية وكذلك لماذا يقومون بإتخاذ إجراءات أحدية الجانب من طرفهم في الحديدة نعم أنت صحيح أسرت لما قال هو الأمين العام للأمم المتحدة في بيان حقيقة وليس موجود على موقع الأمم المتحدة على الإطلاق هذا تقرير لفعل مجلس الأمن ممكن لأي مشاهد أن يطلع عليه رقم الوثيقة S-2019 ليس موجودا حقيقة وليس موجودا أنا لا أشكك فيه نعم أنا لا أشكك فيه قد يكون صحيحا هو ليس على موقع حقيقة وتابعنا وإذا كان صحيحا فإن المبعوث الدولي نفسه فإن الأمين العام للأمم المتحدة نفسه عليه أن يعود إلى المبعوث الدولي مارتين جريفث وأن يسائله لأنه هناك تناقض كبير جدا فيما يقوله المبعوث الدولي ليمن وما يقوله الأمين العام للأمم المتحدة جوثي ريش فإذا كان هناك حتى الآن لا تفهم الأمم المتحدة التفسيرات الدقيقة لإتفاق السويد فهذا فشل على مستوى كبير جدا للأمم المتحدة حقيقة وأيضا يجب أن يسأل كامرت في الحديدة لماذا اجتمعت أنت بالمجالسة المحلية في الحديدة وهي تابعة للعاصمة الصنعاء ولماذا أيضا لم تعطي تصريحات واضحة بشأن من هي المجالسة المحلية ومن هي القوى المحلية التي ستستلم الحديدة وميناء الحديدة والحديدة أيضا ثم أخي الكريم يعني أنا لن أرد على ضيفك وكل هذا الإتامات لأنه نحن شبعنا ردود وشبعنا الحديث عنها منذ عشرين عاما ميليشيات انقلابية يعني إيران هذه أمور يعني عفى عنها الزمن وهي من أوصلت اليمن إلى هذا المستوى إذا كانوا يريدون فقط معادلة صفرية في اليمن فإن الحرب ستستمر إلى ما لا نهاية منطق الاجتثاث الذي تقوم به السعودية والإمارات ومن يشايرها في هذا المنطق وحقيقة سيؤدي إلى حرب طويلة الأمن نحن نتحدث عن حرب أمرها أربع سنوات وليس أربع ساعات ولا أربع أيام ولا أربع أسابيع الأمم المتحدة صمت اتجاه بما يحصل في اليمن إلى هذا المستوى يعني ما يحصل إذا كانت فقط يعني ستتبع رغبات السعودية والإمارات فعلى الجميع أن يتوقع نموذج سيء في كل مكان يعني نحن نطالب من الطرف الآخر أن يأتينا بنموذج جيد قامت بالسعودية والإمارات في المحافظات الجنوبية البجتمع الدولي الأمم المتحدة منظمات حقوقية إنسانية دولية تقول الكلام الكثير والمخجل والمخجل بما تمارس الإمارات والسعودية في عدن وما تمارسه في أبيان وما يمارسونه من احتلال حقيقي وانحراف كبير حتى لمن كانوا يؤمنون بهذا التحالب ما علاقة كل ذلك باتفاق السويد سيد الحسن؟ ما علاقة كل هذا الأمر باتفاق السويد؟ ألم يتفق الطرق في السويد على إعادة انتشار ووقف اطلقنا؟ دعني أقول لك أنا أقول هذا الكلام ردا على ضيفك وأيضا تذكيرا لكم وللمشاهدين بالنسبة لاتفاق الحديدة نعلم يقينا أن القوى الوطنية والفريق الوطني هو لم يذهب إلى استوكولم ليسلم الحديدة لما يسمى للحكومة لو كانوا يعترفون بالحكومة الشرعية لكانوا تحملوا كل تبعات ما حصل في اليمن حتى الآن التمترس حول موضوع أنا أقول لك لن يسلم أحد الآن في القوى الوطنية أنه هناك حكومة الشرعية يعني هل سيسلمها للأمم المتحدة سيدة حسنة؟ لا يريد أن يسلم أنه هناك أيضا أمر واقع الحقيقة كان هناك محاولة للسلام في الحديدة وكان هناك محاولة لصياغة اتفاقية فيها الكثير من المرونة وفيها الكثير من التنازل يعني هناك مخاطر كبيرة جدا من إخراج قوات الجيش واللجانة الشعبية من داخل المدينة خاصة أنه ليس هناك ضمانات وإخراجها للخارج حتى لو كانت هناك قوى أمنية داخلية لأنه ليس هناك ضمانات والطرف الآخر هو فقط سينسحب إلى مناطق معينة يعني إذا اقتحم الحديدة واقتحم مدينة الحديدة لن يجد من يقاتله ومع ذلك قبلوا بهذا الانسحاب لكن موضوع الإدارة الأمنية داخل مدينة الحديدة لا يمكن على الإطلاق أن تكون للطرف الآخر يعني إذا كانوا يفسرون لهذا الاتفاق بهذا المستوى فهذه هي مغالطة كبيرة جدا يعني هذا تسليم للحديدة لما يسمى الحكومة الشرعية وهذا تسليم للحديدة فإذا لماذا ذهبوا؟ هل ذهبوا يتفقوا؟ في المقابل أيضا إذا كانت فقط القوى الأمنية التابعة لصنعة وفي الموانئ هي ما ستستلم هناك أيضا نوعا من التفسير الخاطئ لكن الذي يجب أن يفسر هذه البنود هو الأمم المتحدة وكامرت يجب أن يساءل كامرت وأن يطالب بأن يخرج في مؤتمر صحفي ويوضح ما الذي يحصل الحقيقة اليوم ما يحصل هو نقاش مجددا حول آليات تنفيذ الاتفاق هناك رفق نعم لموضوع تسليم ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل التي كلها تتبع العاصمة صنعة هناك رفق بكل تأكيد من الطرف الآخر وربما حتى أيضا من الأمم المتحدة لكن العودة إلى المشاورات والجلسات المطولة والمغلقة داخل الحديدة لن يؤدي إلى نتيجة في القرار الدولي 24-51 هناك محاولة لإلزام الأطراف كلها أن تذهب وتكمل المشاورات حتى لو لم يتم إنجاز اتفاق الحديدة وهذا ما قاله أيضا المبعوث الدولي بالأمس في إحاطته لمجلس الأمن الدولي أنه يجب أن يذهبوا دون شروع أيضا الجولة القادمة من المشاورات هي متعلقة ربما ستكون متعلقة بالاقتصاد بمطار صنعاء الدولي ربما ستكون متعلقة بالإطار الكل وهذا ما نسمعه من القوى الوطنية إذا كانت متعلقة بالإطار العام الإطار العام للحل السياسي الشامل فهذا يعني أن الجميع ذاهبون إلى إيجاد سلطة انتقالية جديدة لأن المشكلة هي في عدم القبول بالسلطات الطرف الآخر لا يقبل بسلطات صنعاء ويعتبرها انقلابية وكل ما شئت في هذا الإطار والقوى الوطنية أيضا ونحن لا نقبل بها يعني من تسميهم قوى الوطنية هل يقبلوا بالأمم المتحدة ولا يقبلوا بالحكومة الشرعية سيد الحسني يا أخي العزيز الأمم المتحدة هي وسيط في النهاية قد يتطور الأمر إلى نشر قوات أممية بشكل أو بآخر إذا سمرت هذه العراقين صحيح ما الذي يدفع إلى هذا الإطار ما الذي يدفع هو استهداف الحسنة وعدم تحييد الموانئ من الصراع الآن قل لي مثلا لماذا مطار صنعاء الدولي مغلق وهو مطار مدني طيب هذه النقاط صنعود إليها هذه النقاط صنعود إليها سيد الحسني لن قبل ذلك أعود إلى الدكتور عادل وأسأل في نقطة مهمة في هذا السياق يعني ما الذي أوصل أساساً الوضع إلى ما هو عليه إلى الآن الحوثيون قاموا بتسليم يعني الميناء إلى قوات أمنية بحسب ما ورد في نص الاتفاق لماذا يعتبر هذا الأمر التفافاً على الاتفاق ألم يسمح الاتفاق في جوهره على هذه النقطة دكتور عادل طبعاً جماعة الحوثي هي تحاول الالتفاف منذ اليوم الأول على كل الاتفاقيات المبرمة جماعة الحوثي أخي الكريم كما ذكرت لك قبل قليل هي تريد أن تشرع انقلابها الميليشاوي العسكري بأي وسيلة كانت جماعة الحوثي لا يوجد لديها أي مانع أن يكون هناك تدخل دولي وأن يكون هناك اليونفيل داخل الحديدة على غرار ما هو حاصل الآن في لبنان جماعة الحوثي كما ذكرت لك هي بالأولاً وأخيراً لن تقبل ولن تقوم بتنفيذ ما وعدت به في داخل الحديدة جماعة الحوثي الآن هي الآن في الوقت الحالي هي رابحة بكل المقاييس لأن هذه الجماعة الميليشاوية الإنقلابية هناك أطراف دولية تستخدمها يعني لتفكيك المنطقة هو أيضاً لنشر الإرهاب في المنطقة هو أيضاً لزعزعة أمن واستقرار اليمن الآن جماعة الحوثي هي عبارة عن ما يسمى بأدى بيد الاستعمار الجديد قل سميه ما شئت جماعة الحوثي إذا كان ضيفك الكريم يقول لأن جماعة الحوثي تريد السلام العادل لماذا لا تقبل بالحكومة الشرعية لماذا لا تقبل أن يكون هناك حوار سياسي مع أبناء جلدتها مع أبناء اليمن لماذا ترحب بالبريطانيين وترحب بالأمريكان هذه الحركة الميليشاوية الهاشمية السلالية العنصرية نحن كنا في ستينات القرن الماضي وهذا موجود في المراجع الإنجليزية وموجود في وزارة المستعمرات البريطانية بأن الإمامة هي من أدخلت البريطانيين في جنوب اليمن وهي أول من وضعت الحدود ما بين الشدرين لكن دكتور دعنا الآن من التاريخ دكتور دعنا الآن من التاريخ نتحدث عن اتفاق الحديدة يعني إذا لم تكن الحكومة الشرعية أساساً لو كانت الحكومة الشرعية قادرة على أن تأخذ هذه المناطق عسكرياً هي وحلفاء فأنا كانت فعلت لماذا توقفت إذن إلا لأنها غير قادرة بإطار الضغط الدولي الحاصل سواء عليها أو على التحالف هي مضطرة الآن إلى أن ترضخ لهذه الضغوط وأن تنفذ اتفاق الحديدة أليس كذلك؟ أخي الكريم هذه دولة شرعية وتحاول أن تحافظ على أبناء اليمن قدر المستطاع الحكومة الشرعية رضخت للجماعة الحوثي منذ اليوم الأول مثلاً في اتفاق السلم والشراكة ليس خوفاً من جماعة الحوثي وكان باستطاعة الحكومة الشرعية أن تحسم المعركة عسكرياً بأقل الخسائر لكن أنت تعرف الآن أن الميليشيات الإنقلابية زرعت الحديدة بمئات الآلاف من الألغام زرعت الجبال وسهول اليمن بمئات الآلاف من الألغام طبعاً الحكومة الشرعية كانت تريد أن تسلم الحديدة حفاظاً على الأرواح حفاظاً على الأبرياء حفاظاً على المدنيين بينما جماعة الحوثي تلقمت الميناء ولقمت الشوارع وأيضاً فقخة المدينة بالكامل إذن الحكومة الشرعية هي لا تقاتل حفاظاً على الأرواح هي لا تريد أن تكون هناك مجزرة إنسانية داخل الحديدة وبالتالي كانت تعول ربما أن هذه الجماعة سترجع إلى رشدها سترجع إلى جات الصواب ستسلم الحديدة ستنسى ابن الحديدة الحكومة الشرعية هي تريد سلام حقيقي هي تريد أن تحفظ على الأرواح لا تريد أن يكون هناك يعني هناك مزيداً من الدماء مزيداً من الأبرياء يسقطوا داخل الحديدة أما بالنسبة يعني لما ذكرت صحيح أن الحكومة الشرعية هناك معاوقات وهناك أيضاً أجلدات أخرى للأسف الشديد وهذا ما جعل جماعة الحوثي أن ترقص على هذه الاختلافات التي هي بين التحالف العربي والحكومة اليمنية ممثلة بالرئيس اليمني الشرعية عبد الرب منصرهادي ولولم يكون هناك خلافات بين الحكومة الشرعية وبين أطراف التحالف العربي لما استمرت جماعة الحوثي في غيها وفي انقلابها الميليشاوي داخل الحديدة وداخل المحافظة وداخل العاصمة اليمنية الصنعاء يوماً واحداً ولكن جماعة الحوثي الآن ترقص على الاختلافات المتواجدة بين التحالف العربي وبين الحكومة اليمنية لما جعلها تتمدد وجعلها أن تظهر نفسها بأنها الطرف الوطني ولكن هناك قرارات دولية وهناك شرعية دولية مهما حاولت جماعة الحوثي أن تشرع لنفسها فهي في الأول والأخير بالقانون الدولي وبالقرار الدولي طيب الآن دكتور عادل هل القانون الدولي أو المجتمع الدولي يساعد ميليشيا الحوثي أم أنه يدعم الحكومة الشرعية طبعاً أخي الكريم المجتمع الدولي لديه أجندات خاصة ولا يهمها المجتمع إذا نظرنا إلى المسألة من منظور دولي هناك أجندات هناك أجندات لتفكيك المنطقة وهناك يعني يريد تفكيك المنطقة على الأسع عنصرية وطائفية وأثنية وما جبه ذلك وجماعة الحوثي هي جزء من المخطط الدولي الذي ينفذ في المنطقة لكن المجتمع الدولي غير قادر على أن يقول أنا مع جماعة الحوثي هو يغاوق في قراراته لكن في الأول والأخير نحن بالقانون الدولي وبالشرعية الدستورية نحن الحكومة اليمنية بموجب القانون الدولي بشرعية دستورية أمام جماعة ميليشيوية الإنقلابية ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك جب لي دولة واحدة بما فيها إيران بما فيها سوريا أنها اعترفت بجماعة الحوثي بما فيها لبنان وفتحت لجماعة الحوثي سفارة إذن نحن أمام جماعة ميليشيوية أنقضت على الحكم ومعرفة بالقاون الدولي ومعرفة أيضا بالقوائن المحلية والإقليمية أننا أمام جماعة ميليشيوية الإنقلابية لا تلتزم بما وقعت عليه وبالتالي الحكومة الشرعية أعضت المجتمع الدولي الكثير من التنازلات لكي تثبت للعالم أننا يهمنا الأبرياء وأننا مع أمن البلد ومع استقرار البلد ولكن جماعة الحوثي رفضت إلا أن تكون معوى الهدم لا معوى البناء الآن كانت الأولى بجماعة الحوثي أن تسعى إلى تنفيذ الآلية التي وقعت عليها الجماعة في داخل أستوكولم ولكنها بدلا من أن تقوم بتنفيذ الاتفاق قامت بتسيط طائرة مسيرة لضرب الحديدة أو لضرب الجيش اليمني داخل الحديدة إذن نحن أمام ميليشيات انقلابية وأكرر هذه العبارة لن تنفذ جماعة الحوثي أي سلام ولن تلتزم ولن تنسحب ولن تسلم السلاح إذا لم يتم إخمادها عسكريا هذا هو الحل الوحيد دعني أنقل هذه النقطة إلى السيد طالب الحسني أسألك الآن سيد طالب هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يرى دكتور عدل دوشيلة فيها أنها الطريقة المثلة للتعامل كما يرى مع ميليشيات الحوثي كيف تعقد أو كيف ترد؟ نعم منطق مخجل الحقيقة في كل شيء عندما يتحدث أولا عن أنه نقبل باحتلال بريطاني أمريكا التحالف الذي يقوم بعمليات عسكرية منذ أربع سنوات هو تحالف سعودي إماراتي أجنبي أمريكي مدعوم أمريكيا علنا والأمريكيون يقولون ذلك نحن ندعم هذه العملية العسكرية هناك 12 ألف جندي سوداني في الساحة الغربي هناك قوات عسكرية إماراتية وسعودية تسيطر على الموانئ على الجزر على المطارات على المنافذ البرية والبحرية هذا ما الذي يمكن أن نسميه إذا لم يكن هذا من نتاج الارتهان لما يسميها حكومة شرعية وطلبها دعما خارجيا عسكريا اليوم على سبيل المثال ولا أطول في ذلك أنا أريد الأخ عادل أن يقول لنا لماذا السعودية تريد أن تدخل المهرة الذي ليس فيها لا حوثيين ولا قاعدة ولا أحد ويريدون أن يدخلونها بالقوة العسكرية أيضا ويتواجدون هناك عسكريا هل هناك موقف واحد لما يسمى الحكومة الشرعية هل هناك كلاما مقبولا يمكن أن يكون مقبول جدا يا أخي الكريم إذا كان الجميع يريد أن يتمنطق فقط بما يسمى الشرعية وغير الشرعية هناك قرار دولي حتى المجتمع دولي هو يحمل المجتمع الدولي ويحمل الأمم المتحدة ويحمل العالم أن كل هؤلاء متواطئون مع الحوثيين ومع الصنعاء والحكومة فقط مسكينها لا حولها ولا قوة يا سيدي المنطقة التي يحضر اليوم هو يتمترس خلف التمسك بما يسمى الشرعية والعملية العسكرية والاجتثاث منطقة الاجتثاث لن يتم وأذكره نحن اليوم في 2019 الحرب من 2015 أربع سنوات وستستمر إذا كان بهذا المنطق ستستمر عشرين سنة قادمة المنطق يقول وهذا المجتمع الدولي والأمم المتحدة تقول ذلك أنه يجب البحث عن سلطة توافقية من خلال السلام من خلال التوافق من خلال الاتفاق لن يؤمن أحد بشرعية عبد الرب منصور هادي على الإطلاق ومن سيؤمن بها سيتحمل كل تدعات الحرب التي حصلت في اليوم وزير الخارجية يقولون أن هناك أكثر من سبعين اتفاق أبرمها طرف الشرعية مالحوثين وكلها نقضوها في نهاية المطار أنا أذكرك بأهم اتفاق وما قاله المبعوث الدولي السابق لليمل جمال بن عمر اتفاق السلم والشراك الوطني هذا أهم اتفاق هذا الاتفاق كانوا قد أنجزوه ولكن أجندات السعودية وخيارات السعودية ورؤية السعودية كانت تذهب باتجاه آخر هي كانت تريد أن يكون هناك اجتثاث وعدم شراكة لأنصار الله على الإطلاق في الدولة اليمنية وفعلت ذلك منذ المبادرة الخليجية وفعلت ذلك مرارا وأذكرك أيضا قبل بموضوع اتفاق السويد ما قاله سعود الفيصل في أكتوبر 2014 عندما قال يبدو أننا سنحتاج إلى عملية جراحية في اليمن هذا بعد حداث سبتمبر بعد الثورة يبدو أننا بحاجة إلى عملية جراحية يعني حرب عسكرية خفيفة هم كانوا الذي قاد السعودية إلى هذا الحرب هو سوء التقدير هو الغباء في كل شيء والكبرياء بعد ذلك هذه العملية الجراحية التي كان يقول عليها سعود الفيصل لو يصعد من قبره اليوم لوجدها أن حربا طويلة أربع سنوات وستستمر المنطق الاستخفافي منطق الهيمنة ومنطق الاستكبار هذا منطق رخيص لا أحد يقبل به السعودية التي تعودت أن تحكم من خلف الأسوار أربعين عاماً يجب أن تقبل اليوم أن هناك معادلة أخرى مختلفة تماماً الأوعية السياسية التي كانت تتعامل معها ذهبت بغير رجعة وآخرهم علي عبدالله صالح اليوم الاتفاق الذي يجب أن يوقع والذي سيوقعون عليه في النهاية هو اتفاق بشرعية جديدة متوافق عليها نحن سنقول أن شرعيتنا في صنعاء وسنتمترس خلفها ونقاتل إلى آخر بعد إلى آخر مدى وهم سيفعلون ذلك نحن نقاتل بمفردنا والقوى الوطنية تقاتل بمفردها الطرف الآخر الذي جلب تدخل سعودي إماراتي يعني مصري سوداني بريطاني فرنسي وبكل الأسلحة أربع سنوات لم يصل إلى شيء ومن يتواجدون اليوم في الحديدة لا يؤمنون لا بشرعية عبدالربو منصر هادي ولا بشرعية الحكومة ثم أن عبدالربو منصر هادي وهذه الحكومة لا يستطيع أن يتواجد في قسم شرطة في عدن نحن نقول بالطرق دعني أنقل كل ما تفضل فيه إلى الدكتور عادل إلى السيد عادل في مدينة صغيرة جدا فأيذن دعني أنقل كل هذه النقاط إلى دكتور عادل دكتور كما سمعت يقول أن بهذا المنطق الذي تتكلم فيه أن ستستمر الحرب إلى ما شاء الله أنه في نهاية المطاف منطقة الاستكبار كما يقول لا ينفع ومن هم في صنعاء يقاتلون وحيدين أمام التحالف والدول السعودية والإمارات وحتى السودان إلى آخره ومع ذلك إلى الآن هم ينتصرون كما يقول الحسني تفضل أخي الكريم للأسف الشديد ضيفك يغالط الحقائق ألم تقبل الحكومة الوطنية الشرعية في العام 2014 بانقلاب الجماعة الحوثي ووقعت على اتفاق السلم والشراكة وعندما يغالط يقول أن اتفاق السلم والشراكة ناجح ألم يتم تشكيل حكومة وفاق وطني مشكلة من كافة الأطياف اليمنية ألم يكن هناك مخرجات الحوار الوطني ألم تنقلب جماعة الحوثي على كل الاتفاقيات ألم ترفض جماعة الحوثي التوقع على الملحق الأمني بما يسمى باتفاق السلم والشراكة وانقضت على الحكومة الشرعية والشراكة وقامت باجتياح البلاد بميليشياتها المسلحة والمشهد يعني معروف كان هناك تصفية حسابات بين أطراف الدولة اليمنية النظام القديم والدولة الحائية أنذاك أي بين النظام علي عبدالل الصالح والحكومة الوطنية الشرعية بقيادة الرئيس هادي إذن جماعة الحوثي يقول هو الآن من الذي جلب هذه الدول؟ من الذي استدعى السعودية؟ من الذي استدعى الإمارات؟ أنتم من فكك اليمن إذا كنت أنت تريد أن تحافظ على وحدة وأمن واستقرار البلد فلماذا لا تقضع للحوار حقيقي مع أبناء جلدتك؟ لماذا أنت الآن تقتصب السلطة وتقول بأنك وطني وتقوم يعني الآن أكثر من بالآلاف أبرياء داخل سجونك في العاصمة اليمنية الصنعاء أكثر من 270 سجن سري داخل العاصمة اليمنية الصنعاء والمحافظات الأخرى التي تقع تحت سيدرة الحوثي لماذا أنت تدعي هذا المنطق بأنك هذا المنطق الذي الغير مقبول وتقول بأن جماعة الحوثي تقاتل من أجل وأمن واستقرار البلاد من الذي عودبنا إلى هذا المستنقع؟ أليس هو الإنقلاب الميليشاوي الذي قادت جماعتك الميليشاوية التي خرجت من أدغال كوف من داخل صعدة؟ ألم تقوموا أنتم بالحرب بحرب شعواء على أبناء اليمن؟ ألم تفجلوا المساجد والمباني والمؤسسة التعليمية؟ ألم تكتحموا الجامعات؟ وقمتم بإنقلابكم الدموي الفاشل وتريدون أن نشارع لكم هذا الإنقلاب؟ هذا منطق غير مقبول لو أنتم نفذتم اتفاق السلم والشراكة لما وصلنا إلى ما وصلنا إلى اليوم لكنكم أنتم من اغتر بالقوة وأنتم من أراد أن ينقض على دولة بأكملها وكنتم في تلك المرة في قمة النشوة وكنتم تتوقعون بأن الشعب اليمني سيخضع لهذه الميليشيات الإنقلابية الطائفية الدموية لا يمكن أن يكون هناك نظام الفكيه داخل العاصمة اليمنية الصنعاء صدقني أخي الكريم أن من يرزحون اليوم تحت ميليشيات أو حكم ما يسمى بالمجلس السياسي في المناطق الشمالية وبعض المناطق الغربية إنما هو بالقهر وبالقوة وبالقنع وأن 99% يرفضون التواجد للميليشيات الحوثية الميليشيات الحوثية هي لا تؤمن لا بالسلام ولا بالحوار وعندما يقول أن السعودية لديها أطمع نحو لا ننكر ذلك يقول بأن الإمارات لديها أطمع نحو لا ننكر ذلك لكن ما الذي استدعى هؤلاء كلهم؟ ما الذي جلب لنا هذا التحالف العربي؟ أليس أنتم؟ أليس إنقلابكم الميليشيوي؟ أليس ذلك الذي أراد أن يطبق نظام الفكيه من داخل كهوف مران؟ إذا كنتم تريدون حوارا سياسي وتريدون دولة وطنية يكون فيها الجميع تحت مضلة القانون لا سيد فيها ولا مسيود وليس هناك نظام الفكيه فالكل يرحبكم أن تكونوا طرفا سياسيا مبني على سياسة واضحة وحزب سياسي أما أن تأتي لبنبان حزب الله داخل صعدة وأن يكون عبد الملك الحوثي داخل صعدة وأن يكون هو حاكم من خلف الستار فهذا منضق غير مقبول يا أخي الكريم أنتم تتحملون المسئولية الكاملة عما حصل ويحصل وسيحصل في المستقبل دعنا ننتقل الآن إلى النقطة الحالية فيما يتعلق باتفاق السويد وأنا أسأل السيد طالب الحسني من بيروت سيد الحسني يبدو الحل المطروح وكأنه يساعد الحوثيين في نهاية المطاف ما الذي يريده الحوثيون أكثر من اتفاق سياسي يمنع هزيمة عسكرية كانت القوات العسكرية قاب قوسين أو أثنى من دخول الحديدة وإخراج الحوثيين بالقوة لماذا لا يرضى الحوثيون باتفاق يبقيهم كطرف سياسي في أي عملية سياسية قادمة نعم سأذكرك وأذكر عادل بموضوع لأنني لم أذكره حقيقة ما يتعلق باتفاق السلم وشاركة الوطنية جمال بن عمر قال في مجلس الأمر في آخر إحاط له قال كنا على وشك الاتفاق وكان اليمنيون على وشك الاتفاق وكانت لو لا التدخل السعودي يعني كان هناك انقلاب سعودي أو أساسا الأجندات أجندات دعني الآن بالتفاق دعني الآن بالتفاق ستوكول ومسألة الاستفادة سأختصر 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 أن يكونوا طرفا سياسيا لا أحد يرفض ذلك على الإطلاق وحتى اتفاق الحديدة اتفاق الحديدة واتفاق السويد كان لمصلحة القوى الوطنية لمصلحة أنصر الله والحوثين وحلفائهم ومستفيدون منه ومرنون جدا في التعامل معه بالتفسيرات التي وردت في الاتفاق والتي ينفذها حرفيا كامر لو لا أنه هناك رفض وتعنف لا أحد يريد أن تستمر الحرب والحوثين أولى بذلك وهم بهذه الرغبة أيضا لا يريدون أن تستمر هذه الحرب ويريدون توافقا سياسيا شاملا وقدموا رؤية في حوار جينيف وقدموا رؤية في مفاوضات بيالس بالسويسرة وقدموا رؤيتهم في مفاوضات الكويت وقال ذلك المبعوثين الدوليين الذين تعاملوا قدموا رؤية سياسية للحل الحل على أساس ماذا؟ على أساس حكم انتقالي فترة انتقالية موضوع التشبث بالشرعية هذا موضوع يجب أن يلغى تماما الوصول إلى توافق اليوم إذا كانت الأمم المتحدة ستقود حل هي لا بد أن تتجه هذا الطريق وحقيقة هو ما تفعله والقرار 24-51 هو مقدمة والمقدمة لاتفاق في إطار حل السياسي شامل هو يعني أن يكون هناك شرعية توافقية جديدة لا شرعية في صنعة ولا شرعية في الرياض شرعية جديدة توافقية ويعود السلام لليمن بعد ذلك هناك حل عسكري سيكون هذا الحل محقد ولكن مع ذلك ربما أيضا سيقود إلى حلول إذا فقط إذا جنب الجميع التدخلات الخارجية لكن اليوم الإمارات أسست جيوش وليس جيشا واحدا جيوش على أساس تقسيمي في محافظة الجنوب هناك نخبة شبوانية هناك نخبة حضرمية هناك جهاز أمري والمجتمع الدولي حملها الأمم المتحدة وتقارير حملهم مسؤولية الاعتداء حتى على المسجونين جنسيا وهذا الكلام أيضا يجب أن يسمحه عادل جنسيا الاعتداء على المسجونين جنسيا مسجونين تبعهم فإذا هذا منطق لا يمكن القبول به والناس يدافعون عن مناطقهم بالسلاح لن يسمحوا أن يتكرر موضوع المحافظة الجنوبية على الإطلاق هذا يجب أن يفهم في الحديدة ولا في غير الحديدة بالنسبة للموضوع الحرب الحوثيون لا يريدون حربا أيضا في الحديدة العامل الإنساني الذي يدفع باتجاه المرونة في السلام هو عامل إنساني عامل معيشي عامل اقتصادي لأنه هناك حصار وأي تسوية في الحديدة ستقدم أيضا أن يكون هناك استقرار في المحافظات التي يحكمها الحوثيون التي يحكمها المجلس السياسي هذه المحافظات فيها 23 مليون من 30 مليون يعني الغالبية السكانية وهذه هي المحافظات التي يتحملون مسؤولية المعيشة فيها ومسؤولية الاقتصاد فيها والرواتب فيها وكل شيء فيها فإذن مستفيدون من اتفاق الحديدة لكن الطرف الآخر لا يريده وأنا أقول لك ليس بإمكان لا عبد الرب بن صهدي ولا غيره الإمارات هي من تحرك ميليشياتها لتفجير هذا الاتفاق ماذا يمكن أن يسمي مثلا تعزيزة الأسكرية التي وصلت إلى المخة نقطة مهمة يجب أن نقولها بعشر ثواني إذا سمعت نعم هناك نقطة يجب أن وضحها نعم في عشر ثواني اليوم في الحديدة مثلا الذي يقول أن موضوع الحسم الأسكري في الحديدة هو سيكون في أيام وسريع وقاب قوسين ويغالط نفسه أنا أقول لك سيتكرر في الحديدة ما يتكرر اليوم في تعز ستصبح الحديدة معركة كبيرة جدا وطويلة الأمد ولن تحسم عسكريا من يقول أنه سيكون هناك حسم عسكري إذا ليس هناك إمكانية للحسم العسكري أعود إليك سيد دشيلة هذا الاتفاق المطروح ليس هناك صيغة مثالية للحل في نهاية المطاف اليمنيون هم من يدفعون ثمن هذه الحرب بدمائهم كيف يمكن التوفيق ما بين الرغبة بإنهاء الحرب وما بين إيجاد صيغة عادلة للحل بعجال إذا سمعت أخي الكريم القرف في ملعب جماعة الحوثي اليمنيون يريدون السلام وينشدون السلام والشعب يعشق السلام والآن القرف في ملعب جماعة الحوثي إذا أرادت جماعة الحوثي أن يكون هناك سلام حقيقي وأن تحافظ على الأبرياء فما عليها سوى تنفيذ القارة الدولي 1116 وأن تسلم السلاح الكامل وأن تنسح ابن المدن ومن ثم يكون هناك عملية انتقالية يشارك فيها الحوثيون بعد أن تنسحب مليشياتها المسلحة من كافة المدن وبالتالي سنصل إلى السلام يعني المصول إليه هو بطريق بسيط يعني بسيط جدا إذا كان هناك رقبة حقيقية من الجماعة المليشيوية الإنقلابية ولكن للأسف الشديد نحن أمام جماعة عنب مؤذنجة طائفيا لا يمكن أن تقبل بالسلام إذا لم يتم إخضاعها بالسلاح وبالتالي للأسف الشديد سيدفع اليمنيون ثمن الحرية والاستقلال من نير هذه العصابات المليشيوية ولا خيار أمامهم سوى المضيء قدما في تحرير أرضهم من هذه المليشيات الإنقلابية حتى يرجع الحق إلى أهله وأن ترجع البلاد إلى ما كانت عليه في عام قبل 2014 أي قبل 21 أيلو سبتمبر 2014 وأن هناك دولة مركزية تبسط سيدرتها على كافة أنحاء البلاد ثم بعد ذلك ننتقل إلى تنفيذ دستور البلاد وتنفيذ مخرجة الحوار الوطني بقيام دولة فدرالية ولكن من يعرق لذلك هو الجماعة الحوثي إذن باختصار وبأقل يعني باختصار وفي جملة واحدة جماعة الحوثي لا يمكن أن تقبل بالسلام وهذا ما ينبغي أن يفهمه الأشكاء في المنطقة وأيضا الحكومة الشرعية اليمنية والخيار الوحيد والأوحد مع هذه الجماعة وإخراجها عسكريا من كافة المدن نهما كان الثمن أشكرك دكتور عدل دوشيلة المحلل والباحث السياسي كنت معنا عبر السكاي من إسطنبول وكذا الصحفي سيد طالب الحسني كنت معنا عبر الأقمى الصناعية من بيروت أشكر موصولك ومشاهدين الكرام على حسن المتابعة في ختام الحلقة تقبل تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحليلي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر